هرجعك على الصور الصور احنا هنعرضها على حضراتكم هي صور لزوجات او شقيقات او لبنات المشايخ الكبار ده انا هفاجأك اخت حسن البنة او النعمة اخت حسن البنة محمد حسن البنة وجمال حسن البنة اختهم فوزية لازم تشوف صورة الستة فوزية وهي وقفة بتتصور بدون حجاب بص تعال ناخد الصور كده واحدة واحدة عشان اقولك الصور دي صور مين وقولك انا عايز اقولك ايه من ورا كل هذه الصور ده دي الصورة دي اظن انا مش شايف قوي بس اظن دي الصورة بتاعة ابنة الشيخ الغزالي لو انا شايف مظبوط مش شايف من بعيد يعني ده على سبيل المثال للحصر انت في الصور دي هتشوف فوزية حسن البنة في الصور دي هتشوف اسرة مولانا الشيخ شعيشعة هتشوف اسرة النقشبان دي يعيني هتشوف اسرة الشيخ مصطفى اسماعيل هتشوف اسرة الشيخ محمود البنة ده ملوش علاقة بالبنة التانية هتشوف اسرة الشيخ الباكوري الثائر تحت العمامة هتشوف اسرة الشيخ الغزالي وفرح بنته ان وجدت فيهم سيدة او فتاة فاضلة واحدة ترتدي الحجاب النبي لا تقولي طيب وانت بتتفرج على الصور دي دي كلية الدراسات الاسلامية خد بالك دي كلية الدراسات الاسلامية بنات حضرتك شايف البنات الفضليات قاعدين ازاي فيش تقريبا لحد محجب طيب هل ده معناه ان انا بقولك لالي الحجاب اطلاقا اطلاقا بالكلية اطلاقا دي الحرية الشخصية بتاعة البنت او السيدة هي حرة عايزة تتحجب هي حرة مش عايزة تتحجب هي حرة ده مولانا البقوري وده علم عظيم فاقيه عظيم ده العالم والعلامة والعلامة ده مولانا الشيخ البقوري طيب وده بنته بالمناسبة هتيجي تاخدني في قصة الحجاب فريضة ولا الحجاب مش فريضة اقول لك ماليش فيه مش انا المشايخ الفقهاء الكبار اوي هم اللي يقولوا مش القفف القفف دي قصص تانية الشيوخ القفف او شيوخ القفف ده القصة تانية دول شيوخ زرفني تعرفني ده موضوع تاني لكن ده بقول لك الكبار الحجاب فريضة من عدمه مش يوسف اللي يقول ولا اي حد من زميلي مهما كان اهم مزيع في الدنيا كلها مش هقول لك في مصر وفي منطقة العربية دي شغلانة الشيوخ الكبار اللي هيعودوا ويفسروا ويفكروا ويقولوا ويفهمونا طيب لكن اللي أنا عايز اقول لوسياتك ان الحجاب عمره مكان عنوان الفضيلة او على غير الفضيلة يعني مش المحجبة فاضلة وغير المحجبة غير فاضلة مش المحجبة خلوقة وغير المحجبة غير خلوقة مش المحجبة متدينة وغير المحجبة تبقى غير متدينة كذب وانبواح انا مرة حكيت لكم أنا جدي لوالدتي شيخ عالم من علماء الأزهر الشريف حاصل على درجة العالمية اللي هي موازية في التعليم العادي كان وقتها الدكتورة وما كانتش لسه حتى على أيام جدي كان لسه فيه جمعة القائرة ولا حتى جمعة فؤاد الأول حلو؟ لدي درجة الموليد نهايات القرن التسعتاشر يعني الله يرحمه أنا حتى ما الحقيقة تشوفه يعني توفي عام 1968 فجدي الشيخ عبدالوهاب لا زوجته الحجة فتحية كانت خد بالك الحجة الحجة فتحية ما كانتش محجبة وبلاته الاثنين بما فيهم أمي ما كانوش محجبات كويس؟ وده إيه؟ عملوا بدل الحج مرة واثنين وثلاثة وبدل العمر مرة واثنين وثلاثة إلى آخره ومش محجبات ولا حاجة لما تيجي تشوف حضرتك دلوقتي الصور دي بتاعت ستينيات وخمسينيات واربعينيات وثلاثينيات القرن العشرين لزوجات وبنات المشايخ الكبار دول ومش محجبات تقولي إيه؟ ما نعودش نفتي بقى مرة يطلع لي الشيخة بقفة ومرة يطلع لي الشيخة بقولة ده كلام فارغ والمراد منه هو تفتيت المجتمع وفقدان ثقة بنفسه وتأجيج الفتن والتحريض عليها ترجمة نانسي قنقر